هذا الوقت بالتحديد هو وقت فضائح وفضائح كبيرة الفضائحة الأخيرة التي جاءت على صفحات الصحف البريطانية أعتقدون ستريت جورنال والتي تحدثت عن واحد اسمته بملك الدولار صاحب مصرف الشرق الأوسط هذا الرجل هرب الكثير من أموال وصلت إلى 3.5 مليار دولار قبل أن يغلق بستة أشهر ويعيش في بريطانيا هذا رغم ما أنتم تكلمتم رغم ما غيركم تكلم لكن لم تحرك ضده أي دعوة البنك المركزي ساكت غسيل الأموال ساكت الجهات الرقابية ساكتة ليش تحديدا هذا الرجل ما أحد يحكي عنه لا أعتقد أنه ملفة في القضاء يعني منذ فترة ملفة في القضاء ولكن أستاذ نجم خلينا نحكي بطريقة أوسع وأشمل هذا الشخص ليس الشخص الوحيد اللي موجود بالعراق عليها كذا ملفات يعني هناك أعداد كبيرة من الشخصيات الأسماء لديها ملفات فساد كبيرة وموجودة سواء في القضاء أو في هيئة النزاهة بطء الإجراءات للأسف أو عدم التركيز أو تسوية هذه الأمور بطريقة أدت إلى هذا الهدر الكبير بالمال العام وإلى هذه السرقات يعني إحنا عندما نتحدث عن مليارات وكأنه أصبح الموضوع سهل لدينا لأن من كثر المليارات اللي سمعنا لأنه انسرقت هنا 2.5 مليار من سرقة القرن وهنا 3 مليار من مصارف معينة وهنا 18 مليار يعني لكن المليار دولار هذا مبلغ كبير رقم مخيف إذا ما نظرنا إلى رقم مخيف لكن للأسف هلقت مصير السرقات كبيرة في العراق أصبح هذا الرقم من السهل التداول أو الحديث أنه والله هذا سرق هلقت مليار أو هذا أصبحت أمواله كذا مليار يعني هذه المليارات من أين تأتي هذه المليارات كلها جاءت من سرقات واختلاسات وتبيض أموال وفي دولة مثل العراق ناهيك عن طبعا العراق والعقارات اللي صارت مبالغها بمبالغ كبيرة جدا قيمتها ليست قيمتها السوقية الحقيقية لأننا نحن في موضوع غسيل أموال هذه الأموال بدل ما يصرفوها أو ما يقدرون يطلعوها إلى خارج البلاد يقومون بشرع إقارات داخل البلد وهذا أيضا أثر على الطبق الوسطى والطبق الفقيرة لكن خلينا نتحدث بشكل واقع أكثر هؤلاء الأشخاص يعني إذا ترجع بالذاكرة لربما قبل عشر سنوات نشوفهم أشخاص بسطاء يعني ما كان يملكون هذه الأموال ولا يملكون بنوك ولا يملكون رأس مال يقدرون يسوون أو يفتحون بنك وبنقين وثلاثة لكن للأسف هم كلهم كانوا واجهات لشخصيات سياسية أو لأحزاب وهذه هي المشكلة الكبيرة عندما يكون هذا الشخص واجه لجهة سياسية هذه الجهة السياسية راح تدعمه وهذه الجهة السياسية راح تغطي عليه وراح تدافع عليه لأنها جهة مستفيدة لهذا ولذلك هذه الملفات تخفى إكراما للسيد الزعيم وإكراما للذي يقف ورائه لأنه أنت الآن لما عدك سرقة سرقة بثلاثة ونصف مليار ملفها يتأخر كيف كيف يتأخر هذا المفروض يأخذ أولوية بالقضاء أن تستردها إلى أموال ليش تتأخر الزعيم يضغط